مأساة ريان تتكرر في أفغانستان سقوط الطفل حيدر في بئر عمقها 31 مترا بعدما كلنا تابعنا قصة الطفل المغربي ريان اللي للأسف انتهت بوفاته معنا النهاردة قصة محزنة حصلت بس في أفغانستان تصدر هاشتاج انقذوا حيدر موقع تويتر الهاشتاج ده ادأوا له رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة على نطاق واسع حول قصة طفل من أفغانستان علق في بير عميقة جنوب البلاد منذ أكتر من 24 ساعة بعد أيام قليلة ملحقناش ننسى فيها الطفل ريان ووجعوا الجرح لسه ملتقمش على فراق الطفل المغربي اللي أحزن العالم كله واللي توفى بعد خمس أيام من سقوطه في بئر في المغرب قصة الطفل الأفغاني حيدر بتتشابه كثيرا مع الطفل المغربي ريان اللي وقع في بير وبرضه عمره خمس سنوات وقع في بير عمقها 31 متر في ولاية زابل جنوب أفغانستان يوم الثلاث الماضي 15 فبراير الجاري سبب سقوطه لحد دلوقت مش معروف لكن حسب الصحف والمواقع الأفغانية سبب سقوطه لحد دلوقت غير معروف ده على حسب كلام الصحف والمواقع الأفغانية الجهات المسؤولة بعدما علمت بالخبر على الفور توجهوا في محيط مكان البئر وحاولوا إنقاذ الطفل حيدر لكن عمق البئر وضيقها عق قدرة العمال على النزول والخروج به زي ما حصل مع قصة الطفل المغربي ريان فكان الحل البديل إنهم يستخدموا الجرفات علشان يحفروا حول البئر من أجل إخراج الطفل وهو ما حدث بالزبط في وقاعة الطفل المغربي ريان العمال استطاعوا إنهم ينزلوا كاميرات داخل البئر عشان يتطمنوا على الطفل حيدر ونزلوا له الطعام والشراب وده اللي ظهر من خلال مقطع فيديو تدولوه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو بيتحرك لكن مش باين أي إصابات أو جروح وأكد عمال الحفل إنه سمع صوت بكاء الطفل وإنه مازال على قيد الحياة بعد أكتر من 24 ساعة علق فيها في أعماق البئر ونجح فريق الحفر في الوصول إلى الطفل حيدر داخل البئر على بعد 24 سنتيمتر منه وأنزلوا له الطعام والشراب وأكدوا إنه بيستطيع الأكل ولسه عملية الإنقاذ والحفر مستمرة حتى الآن أوجه التشابه بين قصة حيدر وريان كثيرة أولهم إنهم الاثنين في نفس العمر وهما خمس سنوات كذلك عمق البئر في أفغانستان 31 متر والمغرب 32 متر وكذلك أيضا في طريقة الحفر اللي هي بتتم باستخدام الجرفات بعد عدم قدرة العمال من النزول إلى البئر لعمقها وضيقها بس يا رب ما يكونش شبه في مصير الطفل حيدر ومصير الطفل ريان إن للأسف فشلت السلطات المغربية في إنقاذه وإخراجه حيا من البئر يا رب السلطات الأفغانية تنجح في إنها تخرج الطفل حيدر سالم غانم من البئر يا رب دعواتكم للطفل حيدر إن ربنا يحفظه يا رب ويحفظ جميع أطفالنا شكرا لكم على المتابعة واستنونا في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الإعجابة للفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة شكرا